نروح بقى لبعض الأخبار السريعة جدا لرياضاتنا المختلفة وحاليبدأ بيعني نحن نقول أو نبارك لمنتخبنا الوطني للسكواش الفوز بلقب بطولة كاس العالم الفرق واللي أقيمت بالهند خلال الفترة من 13 لغاية 17 ستة فاز منتخب مصر الحمد لله في النهائي على ماليزيا بنتيجة 2-1 عشان يحقق ذهبية الفريق اتهل الفريق كده عندك للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الأولى على مكانة الكاملة وده برضه يعني إنجاز كبير جدا بعد الفوز في الجولة الأولى على أستراليا كانت مباراة قوية بنتيجة 4-0 بعد كده الفوز في الجولة الثانية على كولومبيا بنفس النتيجة وبعد كده فاز الفريق على المنتخب عفوا فاز المنتخب على المنتخب الماليزي بنتيجة 3-1 عشان يحصل في النهاية على 12 نقطة يعني ما فيش جديد قوي نقدر نقوله في عالم يعني السكواش ولكن برضه أعتقد شيء مشرف جدا نحن نسمع أرقام زي دي وكمان سكور زي ده مع منتخبات قوية جدا برضه في هذه اللعبة وفيها تنفسية أكيد شديدة ننتقل للتانس ومايار شريف بطلة التانس المصرية والتي تأهلت طبعا وهي المصنفة رقم 40 عالميا تأهلت لانهائي بطولة فالانسيا المفتوحة للتانس الأرضي اللي هي التانس يعني المقامة خلال الفترة من 12 غاية 18 يونيو طيب ده يعني بعد طبعا تغلبها على الأرجنتينية ناديا بورتسوكا ودي من أشهر أو من أقوى كمان اللاعبات خلي بالحضراتكم يعني لعبة زي ما تقال عنها مخضرمة فازت بمجموعتين دون رد 1-6 و 3-6 عشان تتأهل بعد كده للنهائي يعني مايار شريف نقدر نقول فعلا ظاهرة قوية جدا ونكحة جدا وتوجد كمان منذ أيام احنا تابعنا بطولة ماكراسكا الدولية للتانس وانا وكريم اتكلمنا عنها الأسبوع يعني الماضي طيب ده بالنسبة للتانس وبالنسبة كمان السكواش تعالوا نروح بقى لي الجودو وبطولات الموسم يعني المحلي تحديدا لي الجودو اللي بتشهد برضو حالة من الزخم سميها كده من حيث أنت تتكلم عن حجم المشاركة وكمان حجم المنافسة في جميع المراحل يعني العمرية واعتقد كمان أن ده بيمهد أن انت تقول أنك أفضل يعني رياضة زي الجودو موجودة عندك وأن انت كمان وضعت قدمك على طرق العودة مرة تانية لمنصات التتويج من جديد أن احنا كنا غبنا فترة كده لو حضراتكو طبعا المتابعين هذه الرياضة تحديدا الأيام بقى اللي فاتت أو الأيام الماضية شهدت إقامة بطولة تاي جمهورية تحت عشر سنين وتحت اتناشر سنة هنا بتتكلم للبنين وللبنات بالساد القاهرة ووصل حجم المشاركة في البطولتين إلى أرقام قياسية لم يسبق تحقيقها قبل كده وشارك فيها كمان 3500 لاعب ولعب أعتقد عدد كبير جدا تنفسية شديدة جدا من كل محافظات الجمهورية أعتقد ده يخلينا كمان يعني نهتم بنصر اللعبة دي في جميع المحافظات وده يمكن اللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع وكمان رفع حجم المشاركة في البطولات المحلية لزي ما بيتقال كده صناعة تاريخ جديد للعبة يعني أعتقد أن هي بتشارك في كل المحافظة الدولية وقرية ومتواجدة وإحنا يمكن أن كنا عندنا كمان باع كبير فيها جدا في فترة ما بعدين حصل دروب وبنعوده زي ما كتبوا لحضراتكم يعني من جديد بالتوفيق إن شاء الله سعداء بكل الأرقام اللي أنا بحكيها لحضراتكم على يعني سياق رياضات مختلفة حتى هذه اللحظة برح كمان كان فيه انطلاق مؤتمر العالمي أو مؤتمر عالمي للدمج وده يعني أعتقد مؤتمر مهم جدا لأنه هو أولى فعاليات دورة الألعاب العالمية الصيفية لمين للأولمبياد الخاص اللي أنا وكريم برضو تكلمنا عنها الأسبوع اللي فات هي بتقام خلال الفترة من 17 إلى 25 ستة بمدينة برلين الألمانية بمشاركة 170 دولة طيب من بينهم كم دولة عربية من بينهم 20 دولة عربية دورة الألعاب الأولمبية أو دورة الألعاب للأولمبيات الخاص هنا بتتكلم عنها أن هي الميزة بتاعتها كمان بتتيح للرياضين اللي هما من ذوي الإعاقة الذهنية فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة بقى من الرياضات وكمان الاحتفال بإنجازاتهم تعزيز كمان يعني الاعتراف بالمشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة عمتا والإعاقة كمان الذهنية على المستوى هنا بنتكلم مش المحالي بقى بتروح للمستوى العالمي وبتشارك مصر كمان في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبيات الخاص يعني ببعثة مكونة أو بتضم 69 لاعب تحديدا ولعبها و37 مدرب ومدربة عشان تمثل مصر في كام رياضة في 15 رياضة اعتقد برضو ده أمر محترم بالتوفيق ليهم وهم سوفوا لو انت رجعت برضو لي يعني عدد الميدليات بتاعهم والتاريخهم الرياضي شوية هتلاقي لقى الناس دي أو الفئة دي أو الرياضين دول عاملين عدد بطولات وميدليات أكتر بكتير من عندنا يعني الأولمبيكس أو الأولمبيات العادية وكل قصة منهم قصة نجاح وقصة كفاح وقصة تحدي ربنا يوفقهم إن شاء الله في اللي جاي وأملنا فيهم كبير جدا كمان لحنتكلم على يعني أولمبيات باريس وباراليمبيكس باريس 20-24 بإذن الله